ثمًا الجرائم الإلكترونية أو الجريمة بصفة عامة هي كل فعل أو امتناع يطير الفزع وينخل بالنظام العام ويجرمه ويعاقب عليه القانون هذا هو تعريف الجريمة بصفة عامة الجريمة الإلكترونية هي كل هذا فقط أن الوسيلة التي تستعمله تكون ذات طبيعة إلكترونية إذن هذا باختصار هو تعريف الجريمة الإلكترونية وسيد الله تحدثنا عن الجريمة الإلكترونية فنقدرون أنها مبينة المستجدات والمشرعي اليوم در مجموعة من القوانين اللي كتأثر وكنكونوا خدمين في إطار قانوني فاليوم إذا كيشاهدونا المشاهدين ربما بعض الأشياء اللي كنديروها ورا كتكون جريمة إلكترونية كيتعاقب عليها ولكن ما كنكونوش عارفينها مثلاً من كانت بدلوا صور عبر تقنيات مثلاً واتساب كان نشروا مثلاً شي واحدة تصورناه وما استئدناش ودرناها نشرناها في مواقع التواصل الاجتماعي فاليوم كين تجريم دير هاد الأفعال؟ تماماً بالضبط حينما صدر القانون للعنف ضد النساء هو رغم أن العنف ضد النساء ولكنه قانون تمام القانون الجنائي وينظم مقتضايا تخص الرجل والمرأة والطفل نضم مجموعة من المقتضايا ضد طبيعة الإلكترونية مثلاً تحرش الجنسي عن طريق الواتساب إرسال صورة إلى صديقة ممكن تترسلها لوحد صديقة تعتبر تحرش إذا قامت بشكاية ممكن تداول صورة من دون إذن شخص تمس بحياتي الخاصة حتى يجريم أو لها في عقوبة حبسية إذن كنا مجموعة من المستجدات الشريعية اللي هي مجرمة وللأسف الكثير من الناس ما عارفين إش هاد المسائل هذي رغم أن هذا المسجل الجنائي محكوم بمبدأ اللي هو معروف على أنه لا يعضر أحدهم بجريل قانون حتى أحد ما يقدر يقول لك لا مجموعة دولارا ما كنتش عارف لا يفترض أنا مجموعة للجريدة الرسمية رصافي ولا يفترض ناس كاملين عارفينه وخاص يعرفوه إذن هاد المسائل الخطيرة الناس مخصوم شعبته عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا عبر الآلية الإلكترونية بحياة الناس الخاصة أو لحتمع الدولار لأنه بعد المرات رح تنقر في شيء مقتداد وطبيعة إرهابية وطبيعة إجرامية وأنت تدير الإعجاب ولا تدير شيء تعليق اللي يكون مؤيد أرى تتابع تنتابع تنتابع في المشاركة في الجريمة الإرهابية إذن المسألة رماشي بسيطة المسألة رجد خاطرة وكانت ميل فات معروضة أمام المحاكم اللي من خلالها هتتابعوناس لأنهم تعملوا على أساس أن الأمور غير ضح أمام المحاكمة